عندنا ثيرين بتقول إذا كان عندنا A, B, and C belong to Z يعني ثلاثة أعداد تنتمي إلى الأعداد الصحيحة طيب عندنا معطا قلنا إنه A تقسم B, and B تقسم C, إذن A لازم إنه تقسم C طيب كيف ممكن إننا نثبت هذا الشيء؟ طيب عندنا بروف قبل ما نبدأ بالبروف خلينا نشوف إحنا عندنا معطيات اللي هي إنه ثلاثة أعداد تنتمي للأعداد الصحيحة وعندنا A تقسم B, وعندنا B تقسم C, وعندنا نتيجة اللي هي A تقسم C طيب إحنا نبغى نوصل إنه A تقسم C هذا هو اللي نبغى نثبته فخلينا نكتب كده على الهامش أش معنى A تقسم C؟ معناتها إنه لازم نثبت إنه C بتساوي A مضربة في عدد انتجر أي إن كان هذا العدد تمام؟ طيب خلينا نستخدم المعطيات عشان نحاول إنه نوصل لهذا لهذا العلاقة طيب أول معطى عندنا إنه هو شيء لا تنتمي للأعداد الصحيحة ثاني شيء عندنا إنه A تقسم B، تمام؟ A تقسم B طيب أش معنى A تقسم B؟ معناته إنه B بتساوي A بعدد انتجر وليكن E صاش ذات إنه E belong to Z طيب وعندنا كمان معطى إنه B تقسم C أش معنى ذا الكلام؟ معناته إنه C بتساوي B في عدد انتجر فمثلا خلينا نقول إنه F والF belong to Z تمام؟ أنا بغى أوصل إلى إنه C بتساوي A في عدد انتجر طيب هنا عندنا إحنا C في المعادلة رقم 2 أوكي في المعادلة رقم 2 وهنا معادلة رقم 1 عندنا في معادلة رقم 2 C لكن بي موجودة الآن؟ لكن إحنا شايفين إنه هنا B بتساوي A في الإي فنعوض من المعادلة الأولى في المعادلة الثانية فنقول إنه C بتساوي C بتساوي البي قيمتها من المعادلة الأولى A في الإي وهنا موجودة F طيب بهار لنا إنه C بتساوي A باكي إنه يكون لازم هذا العدد انتجر طبعا إحنا نعرف إنه الأعداد الصحيحة تمثل حقل سو E في الإف برضو حتنتمي بما إنه الإي تنتمي للز عند الإف تنتمي إلى الز إذن حاصل ضربهم برضو ينتمي إلى الز سو الإي إف بلونك تو ز إذن حنستنتج إنه الأي تقسم السي ترجمة نانسي قنقر